أعلنت جماعة الحوثي عن استهدافها لسفينة بريطانية بخليج عدن وإسقاط الطائرة أمريكية في الحديدة وأعلن يحيى السريع المتحدث باسم ما يسمى المجلس العسكري للحوثيين في بيان له أن قواته استهدفت سفينة بريطانية في خليج عدن مما أدى إلى توقفها بشكل كامل وأصبحت معرضة للغرقة وكذلك أسقط طائرة أمريكية بمحافظة الحديدة وأفاد بأن الدفاعة الجوية أسقطت طائرة أمريكية بصاروخ مناسب في محافظة الحديدة أثناء قيامها بمهام عدائية ضد البلد لصالح الكيان الصهيوني حسب قوله اشتركوا في القناة